طيب واحد من اللاعبين اصحاب الاصول المصرية اسمه بدأ يتردد كثيرا في وسائل اعلام المصرية هو اللاعب مصطفى اشرف لاعب بروسيا منشج لاتبخ الالماني لاعب من اصول مصرية عنده الجنسيتين المصرية والالمانية كان موجود في المعسكر قبل الماضي للمنتخب الاليمبي مع ميكالي وجهازه المعاون دي لقطات لللاعب لاعب وسط فريق بروسيا منشج لاتبخ هو اساسي مع فريق الشباب وتصعب بعض الاوقات مع الفريق الاول شارك معهم في التدريبات ولم يشارك اساسي مع الفريق الاول ولكن من اللاعب الوعيدة جدا في المانيا وخيرا فعل المنتخب المصري الاليمبي انه على اهل يضموا وشافوا في احدى المعسكرات معنا عبر سكايب الان مصطفى اشرف لعبنا المصري لعب بروسيا منشج لاتبخ الالماني مصطفى صباح الخير مشرفنا ومنوارنا برنامج رقم 10 على تلفزيون المصري حالو يساعدني وجود معاكم النهاردة انا حبيب قبل ما نخش على تفاصيل منتخب مصر الوليمبي واندمو مكلي نتعرف اكتر عليك بدايتك مع الكورة سفرت امتى المانيا فرق اللي انت اشتغلت معاها قبل بروسيا منشج لاتبخ مركزك الاساسي ايه اللي بتلعب فيه اكتر وقت بحس ان الجميع المصريات تتعرف عليك اكتر انا اسمي مصطفى اشرف في مواريد سنة 2004 عندي 19 سنة حاليا وبلعب في نادي منشج لاتبخ كنت في البداية بالعب في نادي دونيسبورغ وتم انتقالي مؤخرا الى نادي منشج لاتبخ ومن الممكن ان استمر في هذا نادي لفترة اطول الفترة القادمة هل سعط لي الفريق الاول في اي من اللحظات مع فريق بروسيا منشج لبخ ولا بتلعب فقط مع فريق الشباب هل سعط لي الفريق الاول بصفة اساسية لعب ثلاث موريات للفريق الاول وضد باير منشج على سبيل المثال وبعد الفرق الفرنسية طيب احكي لي بقى ازاي حصل انضمامك او استدعائك لمنتخب مصر الولمبي مين يتواصل معاك وخلال الفترة التواجد التفيع مع المنتخب المصر الولمبي كان رأي الجهاز الفني وعلاقتك مع اللاعبين والجهاز الفني كان يتعامل ازاي يتواصل معي مباشرة بداية مع السيد وائل رياض المدرب تم التواصل بشكل اساسي مع السيد وائل رياض المدرب هو الذي تواصل معي بصفة شخصية للقدوم الى مصر واللعب في المنتخب المصري انت فعلا جيت احدى المعسكرات مع المنتخب الولمبي مظبوط طيب الاتصال القطع هنرجع تاني لمصطفى اشرف لعبنا المصري صاحب الاصول المصرية الالماني الجنسية مع الجنسية المصرية لعب بروسيا مونشي جلات بخ وقال كمان هو لعب بعض المباريات كاساسي مع الفريق الاول حلو ان احنا نستفيد من اللاعبين دول انا معرفش خلال تواجده في معسكر مع منتخب مصر الانبي هل اعجب به ميكالي ولا لا اخد بالك ان اللاعبين في المرحلة السنية دي مش شرط يقدمو لك افضل شيء بس مهم جدا انك تفضل اه مخليهم معاك بحيس انك تضمن ان شاء الله في المستقب ان هو يبقى لاعب للمنتخب المصري على مستوى كل المنتخبات منتخب اولمبي وايضا منتخب اول انت بتتكلم في منافسة بين المنتخبات اللاعبة اللي بتحمل الجنسيتين طيب مصطفى رجع لنا مرة اخرى مستوى انت تواجدت في احدى المعسكرات مع المنتخب للنبي مزبوط اه اه توجدت المدة مرتين مع المعسكر مصري في معسكرين تدريبيتين وكانت فرصة طيبة أن أنا تواجد هنا وأحظى بهذه الفرصة للتدريب مع المنتخب المصري العلاقة بينك وبين المدير الفني شايف أنه فيها علاقة تفاوم شايف أن أنت قدمت معسكر محترم هل تتوقع أنك تبقى موجود من العناصر الأسائي للمنتخب الأولمبي في الفترة القادمة؟ من مجددا أن أعطينا من العناصر الأسائي لأعطينا في المنطقة حفوالي كما قلت لدينا جميع الأعطاء في المنطقة المنطقة ومعاً بالتعامل مع المنطقة المنطقة والتعامل المتحدد من المنطقة بالفعل أستطيع أن أقول أن التجربة كانت جيدة للغاية وكان التواصل على مستوى عالي جداً جودة مع المدرب المصري ولم توجد أي مشكلات في التواصل أو في تدريب أو في أي شكل من أشكال التواصل الفني أو الإداري أو تدريب مع المدرب المصري عظيم جداً في المقابل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول من المدربين اللي بيبحثوا دايماً عن اللعبين الشباب الموجودين في أوروبا هل حصل بينك وبين المنتخب الأول؟ أي تواصل في الفترة الماضية؟ حارة جداً جداً على أحد الأول بالفعل تم التواصل ولكن لم نتم التواصل الى شيء محدد وشيء قاطع بشأن عمقلي او انضمامي لصفوف المنتخب المصري في المانيا هل هناك تواصل بينك وبين لعبنا المصري عمر مرموش وهو يقدم اداء ايضا مميز جدا في الدول الالماني لا يوجد تواصل بشكل رسمي ولا يوجد تواصل بشكل شخصي مع سيد عمر مرموش ولكن نحن الاثنان بنعتبر مواطنين مصريين ولنا اصول مصرية وبنعمل وبنلعب في المنتخب الالماني وبالتالي لدينا ما يجمعنا ولكن لم يتم التواصل بشكل شخصي بينه وبينه طيب المنتخب الالماني بصفتك تحمل الجنسيات المصرية والالمانية هل تواصل معك المنتخب الالماني في اي مناسبة من المناسبات القليلة الماضية بالفعل تلقيت دعوات كثيرة من المنتخب الأول ألماني للعب والانضمام لصفوف المنتخب الأول الألماني ولكن المسألة لا تزال حتى الآن تحت المفاوضات مفاوضات طيب هل تتابع الكرة المصرية تتابع الأندية المصرية تتابع المسابقة المصرية أم لا تتابع الكرة المصرية على مستوى الفرق والدور المصري بالفعل أنا لدي كثير من الأصدقاء المصريين أتابع الأندية المصرية ومعارف المصريين الذين يلعبون لأندية مصرية محلية وبيحكوا لي كثيرا عن تجاربهم وأنا مهتم بمزيد من الحماسة أن أتابع المزيد من المباريات في الدور المصري والأندية المحلية هل لديك فريم مفضل في مصر؟ أخرى؟ أخرى؟ هو بيؤيد وبيشجع جميع الأندية المحلية بصفة عامة مصطفى أشرف اللاعب ذو الأصول المصرية لاعب فريق بروسيا منشي جلد بخ الألماني أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وأتمنى لك التوفير إن شاء الله مع منتخبنا الوطني الأولمبي خلال الفترة القادمة اشتركوا في القناة